اشتركوا في القناة اختار lại من خل buckle P20 Lite اختار ستحركوا في بر nadruk اختار من خلlene مطوعة هاتفانها المعجبة وهذا اختلاف وشكل جيد ق mesma موجود ثلاث هواتف من نفس الشركة نعم هناك بعض الاختلافات في الأبعاد وأيضا من ناحية حجم الشاشة فنتكلم عن P20 Lite مكون من الزجاج من الأمام والخلف وإطارات معدنية أما عن وجود النوتش على الهاتف يساعد على استغلال الشاشة أكثر بنسبة 8.5% من واجهة الهاتف إلى جانب حجم الشاشة 5.84 إنج نوع الشاشة مستخدم في هذا الهاتف هو LTPS IPS ودقة الشاشة هو Full HD Plus 1080x2280 بيكسل مع كثافة البيكسلات 432 لكل إنج أما عن الـ Mate 10 Lite فهنا نتكلم عن هاتف مكون من المعدن من الإطارات والخلف وزجاج من الأمام نسبة الشاشة من واجهة الهاتف 76.5% ونوع الشاشة هنا نتكلم عن IPS LCD بحجم 5.9 إنج وبدقة أيضا Full HD Plus 1080x2160 بيكسل أما عن كثافة البيكسلات 409 عن الأونر 9 Lite فهنا نتكلم عن زجاج من الخلف والأمام وإطارات معدنية أما عن حجم الشاشة أو نسبة الشاشة لواجهة الهاتف وهي 75.5% من واجهة الهاتف ونوع الشاشة IPS LCD كما هو بـ Mate 10 Lite أما عن دقة الشاشة أيضا هو Full HD Plus 1080x2160 بيكسل وكثافة البيكسلات أيضا 409 هذا لنحية ما يخص التصميم والاختلاف ما بين ثلاث هاتف أما عن معالج الذاكرة اللي هو السؤال اللي يسئلوا بعض المتابعين وأكثر مستخدمين أنه هل هذا الهاتف يكون أداء أسرع من هذا الهاتف وإلى آخر لكن راح نتكلمكم أنه هذه الهاتف الثلاث المذكورة في هذا الشرح جميعها تأتي بنفس المعالج ونفس الذاكرة العشوائية فبالتالي ستكون الأداء والسرعة نفس ما موجود بالثلاث هاتف بداية من P20 Lite إلى Honor 9 Lite المعالج هو كيرنس 259 وثماني الأنوية بسرعة 22.3 وأربعة أنوية بتردد 1.7 جيجا وأيضا من ناحية الذاكرة العشوائية نتكلم عن أربعة جيجا لثلاث هاتف واربعة ستين من ناحية تخزين ونوع الرامات هنا LPDDR3X وهذه لأنه باعتبار أنه المعالج من الفئة المتوسطة فليس على الأداء سيلاحظ الأداء موجود بالثلاث هاتف نفس الأداء لأنه لنفس المعالج ونفس الذاكرة العشوائية ودون أي اختلاف فهذا هو ما يخص المعالج والتصميم والشاشة أما عن الكاميرا فإن هنا الاختلاف فقط في دقة الكاميرا وفي عدد ميجابيكسلات الكاميرات ما بين ثلاث هواتف لكن الثلاث هواتف نتفقين على فتحة عدسة واحدة من ناحية الكاميرا مزدوجة أو الكاميرا خلفية وهي F2.2 وأما من ناحية الأمامية فهي تأتي بفتحة عدسة F2.0 نتكلم عن P20 Lite يتألف من كاميرا مزدوجة 16 ميجابيكسل زايدا 2 ميجابيكسل مخصصة للعزل أو البعد البوري وأيضا من ناحية الميتين لايت أيضا 16 ميجابيكسل من ناحية المزدوجة و 2 ميجابيكسل مخصصة للعزل أما عن Honor 9 Lite فهنا الاختلاف أنه حجم أو دقة كاميرا للخلفية 13 ميجابيكسل وأيضا كاميرا إضافية 2 ميجابيكسل مخصصة للعزل أما نتكلم عن الأمامية من ناحية ثلاثة هواتف فالP20 Lite يأتي بكاميرا 16 ميجابيكسل ومن ناحية الميتين لايت يأتي بكاميرا كاميرتين مزدوجة من الأمام وهي 13 ميجابيكسل إضافية إلى 2 ميجابيكسل أيضا مخصصة للعزل والأونر 9 Lite نفس الحالة 13 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل مخصصة للعزل أما عن نتكلم مع واجهة الكاميرا واختلاف الأوضاع فالأوضاع لا تختلف بين الثلاث هواتف لأنه الهاتف الأوسط وهو الميتين لايت يأتي مع نوغيا وإيموشن 5.1 مثل ما موجود بالأونر 7X وواجهة الكاميرا توجد على العديد من أوضاع الالتقاط منها أوضاع البرو ومن ناحية الفيديو أو الفوتو وأوضاع أخرى أيضا أوضاع السكنر أوضاع السلو موشن كل هذا الأوضاع موجودة مع الميتين لايت لكن التحديثات القادمة التي تخص الأوريو أو الإضافات الجديدة فهو ستتحسن من ناحية واجهة الكاميرا حتى تصبح مثل ما موجود بواجهة الكاميرا بالنسبة للبيتونتي لايت أو بالنسبة للأونر نايل لايت فالهاتفين الثانيين يعملون مع نظام الأوريو من ناحية واجهة الكاميرا فمثل ما تذكرني الأوضاع جميعها هي متفقع بالهاتفين وأيضا في نسخة الأوريو أو في نسخة بي تونتي لايت لاحظنا هناك خيار الفوشن لايت أو اللايت فوشن هذا الخيار هو رح يساعدك في التقاط السيلفي لإعطاءك إضاءة أكثر من خلال الفلاش الذي موجود أمام في حافة النوت فبالتالي هذا الوضع المميز اللي طرحته الشركة مع بي تونتي لايت وهذا الوضع أيضا ممكن يتوفر مع التحديثات القادمة للهاتفين اللي ذكرناهم واللي هو ميتين لايت أو حتى الأونر ناين لايت في تحديثات خاصة بواجهة الكاميرا أما عن المزيدات الأخرى بين الثلاث هواتف رح نتكلم عن منفذ الثري بوينت فايف الخاص في السماعات موجود على الثلاث هواتف منفذ خاص بالس دي كارد لغاية 256 جيجا بايت لأجل توسيع الداكرة التخزينية وأيضا منفذ أو يدعم شريحتين اتصال أو شريحة مع ذاكرة بالإضافة إلى مسألة البطارية هنا اللي حيكون الاختلاف فنتكلم عن بي تونتي لايت بطارية 3000 مليامبير شحن سريع ومنفذ USB تايب سي أما عن ميتين لايت فهو مايكرو يو اس بي وحجم البطارية 1400 مليامبير لا تدعم الشحن السريع أما عن الأونر ناين لايت فهو أيضا منفذ USB مايكرو يو اس بي وحجم البطارية 3000 مليامبير والتصميم والكاميرا فرق الوحيد هو السعر الموجود في الأسواق فنحن تكلم في هذا اللحظة في أرض هذه الحلقة السعر بالنسبة ل نوفا 3E أو هو نفسه لهواوي 20 لايت فنحن تكلم بسعر 286 دولار أما عن الأونر 9 لايت فهو يأتي بسعر 200 دولار تقريبا أما عن الميتين لايت فهو يقدر بحوالي 248 أو 250 دولار في الأسواق العراقية أما عن باقي الدول العربية فتقدرون تزورون مواقع سوق كوم أو جوميا وتتطلعون على الأسعار وأيضا موجود وكلاء في بعض الدول العربية لتعرف على الأسعار فهذه الأسعار مثل ما قلت لكم لحظة هذه اللحظة هذه أسعار الهواتف وهذه فقط الاختلافات ما بين الهواتف إذا حبيت هذه الحلقة شاركونا مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس وأيضا أعطاني أركم بهذه المقارنة وأيضا هناك مقارنات قادمة مع هواة في الأواوي وشركات أخرى مثل سانسونج والسوني وغيرها شكرا لكم وكان معكم مختار عراق برامج والآن اشتركوا في القناة